احنا هنشيل التلات نقط تاني تاني تلات تاني يالا كامل اخد بقى كلمة كده بتعرف بك فنم اسمه حضرتك معلم اول الالف سيد محمد الابصيري وسيد سيد ازاي بقى حضرتك فنم بتقدر مع العدد ده بتقدر توصل المعلومة للطلب هو طبعا بهدوء شديد جدا العدد مش كبير للدرجة برضو اللي بتكلم عليها او خايفين منها العدد تقريبا ما يعادل ما بين 65 و 70 تلميذ بقدر الامكان طبعا بنحاول بنوفر جو اللازم للطالب بالهدوء شديد جدا مع استخدام اكبر قدر ممكن من التكنولوجيا المتاحة زي ما شاتك شايف كده مع استخدام الداتا شو بذلك بالصف الاول والتاني والتالت مهمة جدا جدا استخدام التكنولوجيا في السن ده لان الطفل اللي النهاردة اصبح عنده مجموعة هيلة جدا من المعلومات ومن التكنولوجيا المتاحة في البيت فبنقدر نوفر المدرسة مع البيت مع المساعدة ما بين المنهج والكتاب المدرسي وطبعا تعديل اسلوب التدريس بصفة مستمرة استخدام اكبر قدر ممكن من علوم التكنولوجيا زي ما قلت حدك في الاول ده بيتحلينا فرصة كبيرة ان احنا نقدر نوفر اكبر قدر لروحة الطالب مع استخدام كل الصبر المتاحة وكل امكانيات المتاحة داخل حضرتك انت حضرتك كمدرس هل في اي مشاكل بتقابلكو هنا كمدرسين فيه العداد الاعداد كبيرة جدا طبعا على مستوى الادارة كلاب صفة عامة فيه بعض المدارد بتوصل لأكتر من مئة طالب فدو تبقى مشكلة كبيرة جدا 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 مسألة الدروس الخصوصية برضو ده بيبقى سبب ان الطلبة ممكن بيلجأوا لدروس الخصوصية ممكن يكون احد الاسباب الاعداد الكبيرة جدا هي احد الاسباب برضو مع دروس الخصوصية تبقى مع الاماكن اللي فيها امكانيات مادية متاحة اماكن زي احنا فيها دي شبعة شوائية فمش دروس خصوصي دي حاجة بسيطة شوية يلجأوا للمجموعات الدراسية اه فيه مجموعات دراسية منتظمة ويعتبر سعرها دلوقتي طبعا افضل من اقول كتير وده بيوفر للمعالم فرصة كبيرة ان يقدر اشتغل داخل المبنى المدرسي بكل راحة وامان افضل كتير مايروح اي سيكشن او اي سنتر جوه مدرسي انا كده في امان انا والطالب في امان مش خايف من حاجة والطالب مش خايف من حاجة جاي بيته وجاي المكان اللي هيقدي فيه عمله يعني انتو حضراتكو كمدرسين مفيش اي مشاكل بتواجهكو كمدرسين غير مسألة العدد اللي موجود الاعداد كرواتب بقى واي مشاكل تانية دراسية انا طبعا اكيد سيدات الوزير صرع قبل كده انه هيبقى فيه تعديل الرواتب المعلمين ونأمل في ذلك ان شاء الله شكرا حضراتكو سيد شكرا